في ميناء إسطنبول بتركيا يضرب الأخيار موعداً جديداً لدعم أهالي غزة إذ تواصل مؤسسة الإغاثة الإنسانية إيهاها إرسال قوافلها إلى القطاع المنكوب في إطار مشروع مساعدات غير منقطع تنطلق إحدى سفن أسطول الحرية الدولي البالغ حمولتها 5500 طن مبادرتنا هذه تتضمن وقف إطلاق النار في غزة وتقديم المساعدة لسكانها تعد هيئة لغاثة الإنسانية وعقوق الإنسان إيهاها من بين المنظمات الدولية التي تقوم بتوزيع معظم الوجبات الساخنة والخبز بشكل يومي في غزة ومنذ بداية شهر رمضان تعمل الهيئة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي على توزيع وجبات الإفطار على 48 ألف شخص يومياً ما أهلها لاحتلال المرتبة الثالثة بين المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة والتي تقوم بتوزيع معظم الوجبات في غزة بشكل يومي وعلى جانب آخر من أرض الأناضول ترسل رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ أفاد للمرة الثامنة سفينة مساعدات إنسانية يبلغ وزن السفينة الإجمالي 2960 طن وتحمل على متنها 125 ألف سلة غذائية وعدت بالتعاون مع المديرية العامة للأوقاف التركية علاوة على ذلك أرسلت تركيا مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني على متن 13 طائرة و7 سفن بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وبلغ إجمالي مواد المساعدات الإنسانية التركية المرسلة إلى غزة نحو 39 ألفاً وستمائة وسبعة أطنان ولتزال إيهاها المنظمة غير الحكومية التركية تواصل العطاء عالمياً ويحفظ التاريخ لها في ذاكيرته سفينة المساعدات إلى غزة التي داهمتها القوات الإسرائيلية في غارة مميثة وأسفرت عن مقتل عشرة نشطاء في عام 2010 ما يربع على مساعدات تركيا الإنسانية والغذائية مواقفها الداعمة ورأيها الجريء باتجاه القضية الفلسطينية الذي لم تغيره السنون ولم تبدله قط تقلبات السياسة في عالم تحركه المصالح وتحكمه القوى العظمى عزيزة محمد نور تيرتي عربي